كيف تسلكون بالتطقيق وانك انت يعني اتقرر بامور في حياتك لابديتك يعني هذه الحكمة اللي بتطلب من الحكمة الابدية فانظروا كيف تسلكون بالتطقيق بيتكلم هون عن حياة الاستقامة وبيتكلم انه الانسان يكون في مركز مشيئة الله وبيتكلم انه لشخص انه في سلوكه اليوم وفي حياته يكون في كل شيء ليس فقط مستقيم لكن في مصدقية وفي صدق في كل شيء مفتدين الوقت لان الايام شريرة مفتدين الوقت بيتكلم عن فداء الوقت لان الايام شريرة الفداء هون بيتكلم عن عدم تضييع اي فرصة استخدام الوقت لان الوقت هو عطية من الله ولان الوقت هو شيء ممكن نعمل فيه والوقت اللي احنا مثلا منسجل فيه او انت بتسمع فيه سوف ينتهي طبعا عجلة الزمن تتقدم ولا تتراجع الى الوراء فبيتكلم عن فداء الوقت يعني كأنك انت بتشتري كل فرصة بدفع ثمن في امور مهم جدا اللي انت بتركز عليها كأولوية في حياتك ليه؟ لان الايام شريرة اشتركوا في القناة